استقبل قدسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقصية بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية يوم الجمعة السابع عشر من يناير الجاري غبطت الباتريارك يوسف العبسي باتريارك الروم الكاثوليك الملكيين بسوريا ولبنان ومصر والأراضي المقدسة ويرافقه نيفت المطران جورج بكر مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر والوفد المرافق له الذين جاءوا لتهنئة قدسته بعيد الميلاد المجيد خلال اللقاء أعربت ضيوف عن مدى حبهم وفخرهم بقداسة البابة وبالكنيسة القطية الأرثودكسية ومن جانبه رحب قداسة البابة بالحضور وشكرهم على التهنئة التي تعبر عن المحبة الأخوية بين الكنيستين فمثل هذه الزيارات المفرحة تزيد من تآلف القلوب كما تمنى لهم عاما جديدا مباركا استقبل قداسة البابة والروس الثاني بالمقر البابوي بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء أركان حرب خالد شوقي قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الدلتا اللواء وائل البرعي رئيس جهاز المخابرات العامة لقطاع غرب الدلتا والدكتور عسام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وعددا كبيرا من قيادات الأمن العام والوطني ووزارة الأوقاف وقيادات الأزهر وقيادات المحافظة التنفيذية وعددا من نواب مجلس الشعب والشخصيات العامة بالمحافظة وذلك يوم الاثنين العشرين من يناير الجاري للتهنئة بعيد الغطوص المجيد وأكد قدسة البابا خلال اللقاءات على ثلاث علامات للعيد عامة وهي المحبة والفرح والسلام حضر اللقاء عدد من الأساقفة والأباء كهنة الإسكندرية ومن ناحية أخرى استقبل قدسة البابا بمقار البطرياركية بالإسكندرية صباح يوم الاثنين الموافق العشرين من يناير الجاري غبتت البطرياركي ثي إدوروس الثاني بطرياركا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأورتودوكس والوفد المرافق له وتبادل الترفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطوص المجيد ترجمة نانسي قنقر